موسيقى أخبار الواحدة على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي قيادات حضرامية تؤكد تمسكها بإقليم حضراموت قبيل توقيع اتفاق رياض موسيقى حملة حوثية لجمع جبايات بذريعة تحصيل رسوم الكهرباء المنتخب اليمنى يخوض أولى مباراة له الأربعاء ضمن تصفيات كاس آسيا موسيقى أهلا بكم أكدت قيادات سياسية واجتماعية حضرامية خلال لقائها في الرياض أكدت بتمسكها بإقليم حضراموت الاتحادي ودع الحاضرون كافة القوى الوطنية إلى دعم جهود الحوار بين الشرعية والانتقال لحل قضايا الخلاف تحقيقا لإرادة أبناء اليمن وجدد المجتمعون التأكيد على دعم جهود السلام السنادا للمرجعيات الثلاث منوهين بأهمية الالتزام بحل الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ومنها إقليم حضراموت الذي يمثل في نظر الحاضرين ركيزة من ركائز الدولة الاتحادية القادمة من جانبه اعتذر الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرى رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة اعتذر عن حضور مراسم التوقيع على اتفاق الرياض وأرجع رئيس المجلس العام لأبناء المحافظتين في بيان عدم تلبية الدعوة الموجهة إليه من الجانب السعودي إلى عدم إعطاء أبناء المحافظتين التمثيل الكامل أسوة بالمحافظات والمكونات الجنوبية الأخرى وأكد آل عفرار أن أي مخرجات لا تلبي تطلعات أبناء المهرة وسقطرة وفي مقدمتها خيارهم المجمع عليه والسعادة إراضيهم المستقطعة فإنها لا تعنيهم وغير ملزمين بها عسكريا أعلنت ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي في صعدة أوضح المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع أن الدفاعات التابعة لهم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية في منطقة الصوح قبالة منطقة نجراني السعودية بسلاح مناسب دون توضيح طبيعة السلاح ولم يتطرق سريع إلى تفاصيل إضافية فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول مزاعم الميليشيات صدت القوات الحكومية هجوماً واسعاً شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها جنوبية الحديدة أقالت مصادر عسكرية أن الميليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ألوية العمالقة في التحيط مصحوب بقصف مدفعي كثيف إلا أن الأخيرة تمكنت من صده أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيا الانقلابية يشهد المستشفى العسكري بمأرب توسعاً كبيراً في البنية التحتية وتجهيز أقسام طبية جديدة وقال مدير المستشفى العميد أحمد دهمس في تصريح خاص ليمن شباب إن هذا التصميم الهندسي هو ما يتم إنشاؤه حالياً بدعم وتمويل من وزارة الدفاع وسلطة المحلية مؤكداً أن وزير الدفاع ومحافظ مأرب يوليان المستشفى العسكري اهتماماً خاص ويدعمانه بشكل سخي ونحن بسدت بناء مشروع سعى سريرية في المستشفى العسكري فالأمس القريب زارنا الأخ وزير الدفاع وكذا محافظ محافظة مأرب وكذا رئيش هيئة الإسنادر اللوجستي ومدير دائرة الخدمات الطبية وبدأنا البدء في مشروع السعى السريرية للمستشفى العسكري حيث سيتم بناء أربعة دور نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب اللقاء الأول لدور ومراكز ومؤسسات وجمعيات القرآن الكريم وأكد وزير الأوقاف والإرشاد دكتور أحمد عطية أن حفظ القرآن الكريم ينعكس إيجاباً على سلوك الفرد ويكون منهجاً عملياً في حياة الناس وأشدد على ضرورة الاهتمام بالأجيال وتربيتهم على الوسطية والاعتداد لتأهيل جيل واعاً بعيداً عن الغلو والتطرف موضحاً أن هذا اللقاء يمثل رداً عملياً على ميليشيا الحوثية الانقلابية التي تدعي المسيرة القرآنية زوراً وبهتان فيما هم يخالفون القرآن في كل تفاصيله وشارك في الملتقى أكثر من ثلاثين مؤسسة ودار ومركز تحفيظ قرآن في المحافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف والإرشاد تواصل ميليشيا الحوثي بصنعا منذ بداية الأسبوع الجاري حملة لاختلاس الأموال من المواطنين بحجة دفع رسوم خدمة الكهرباء رغم عدامها منذ خمس سنوات قال السكان محليون أن عناصر الميليشيا طالبوا مواطنين في حي حزيز جنوبية العاصمة بدفع مبالغ مالية بدريعة تحصيل رسوم التيار الكهربائي رغم توقف الخدمة منذ خمس سنوات في ذات الوقت تقوم عناصر الانقلابيين بجمع جباية من المواطنين كرسوم خدمة شبكة المياه المنزلية التي هي الأخرى منقطعة منذ عدة سنوات اختتمت بمدينة سيئون بحضر موت ورشة العمل التشاورية لقطاعي المياه والبيئة في اليمن تحت شعار قطاع المياه والبيئة خطوة إلى الأمام وذلك بمشاركة أكثر من خمسين مشاركا من مختلف المحافظات اليمنية تفاصيل في تقرير التالي نحو خمسون مشاركا يمثلون قيادات إدارية من مؤسسات وفروع وهيئات حماية البيئة والموارد المائية من مختلف محافظات اليمن ضمتهم في مدينة سيئون ورشة عمل تشاورية في قطاع المياه والبيئة حملت عدة أهداف تدفع بهذه القطاعات خطوات نحو الأمام كما يشير الشعار اللفظي للورشة هدفت الورشة هذه إلى لقاء جامع ما بين قطاعي المياه والبيئة مناقشة القضايا الرئيسية في القطاعين مناقشة الأهداف الرئيسية الخروج بخطة احتياجات لعام 2020 تكون قصيرة المدى متوسطة المدى مناقشة كافة القضايا وهموم القطاع الخروج بحلول والنهوض بالقطاع بعد ما آن الكثير من المشاكل من عام 2015 إلى يومنا هذا منذ يومين قدم هؤلاء المشاركون في الورشة آراء واقتراحات عملية في تحسين وتطوير منظومة البيئة والمياه على مستوى كافة المحافظات اليمنية وإيجاد آليات تنسيقية بين العاملين في القطاعات مما قد ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المحلي لكل محافظة الورشة هذه فرصة مناسبة وملائمة تصب في التخطيط التشاركي المائي والبيئي وخاصة أن وادي حضرموت هنا بالذات يعتبر بيئة حساسة وفي جانب المائي فمن المهم جدا أن تكون كافة المشاريع التي ستنفذ تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة ورشة عمل كرست أعمالها على واحد من أكثر الموارد أهمية في البلاد لما يضمن الحفاظ على ما تبقى من مخزون مائي والحد من حالة الاستنزاف المتواصل في حقه داعية إلى تفعيل القوانين اللازمة للحفاظ عليه كمورد استراتيجي عبدالله مومن يمن شباب من مدينة سيئون حضرموت قالت مصادر عاملة بمطار عدن الدولي أن المطار يشهد أعمال صيانة للإضاءات في مدارج الهبوط والإقلاع وذلك بتمويل محلي من الهيئة العامة للطيران المدني وأضافت أنه تم إشعار الخطوط الجوية اليمنية وباقي شركات الطيران بأعمال الصيانة والتي لن تسمر طويلا وذلك كي تقوم بترتيب لإجداول الرحلات كي لا يصادف أي منها فترة المساء مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة سيعود الوضع كما كان مسبقا حيث سيعود المطار لاستقبال الرحلات المتأخرة التي كان المطار يستقبلها في فترة المغرب رياضيا ينطلق مشوار المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب غدا الأربعات من تصفيات كأساسية للشباب والتي تصدفها العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من السادس من نوفمبر الجاري وتضم مجموعة المنتخب الوطني كل من تركومانستان وسيرلانكا وقطر حيث يتأهل إلى نهائيات المنتخب الحائز على المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحرز المركز الثاني في مجموعتها وانضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة تأهل المباشر هذا وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثني المشاركة في التصفيات الأسيوية لكرة القدم هذا وتأهل فريق اليرموك إلى نهائي البطولة التنشيطية لكرة القدم والتي شارك فيها إلى جوار اليرموك أندية الأهل والوحدة و22 مايو وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وجاءت أهل اليرموك إلى النهائي بعد الفوز على وحدة صنعة بهدفين الهدف في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب الوحدة وسيلتق اليرموك في المباراة النهائية بالفائز من لقاء الأهل و22 مايو والذي سيقام عصر اليوم على نفس الملعب نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها قيادة حضرمية تؤكد تمسكها بإقليم حضرموت قبيل توقيع اتفاق الرياض حملة حوثية لجمع جبايات بذريعة تحصيل رسوم الكهرباء المنتخب اليمني يخوض أولى مباراة له الأربعاء ضمن تصفية كأس آسيا طاقتنا الأخبارية ما زالت مستمرة على قناة يمن شباب تفاصيل أو فتجدونها على موقعنا يمنشباب.net في أمان الله ترجمة نانسي قنقر